قصة تانية معاصرة تحت عنوان الساحر والسلطانية الساحر وإيه والسلطانية كان طفلا صغيرا يدعمين سنها وعشر سنوات سمع أن هناك رجلا زهيبة سيحضر إلى منزلهم بين أفراد الأسرة وأن هذا الرجل ساحر ولد يعني قوله مثلا فوله أعدادي تانية أعدادي سوف يحضر هذا الساحر ويحضر روح الجان أكيد الولد كان بيحضر مدارس أحد كان منتظم في الكنيسة كان شماس كان قد سمع أن البيت في حاجة فقدت منهم فقالوا نستدعي إيه الساحر فمين دا كان شائع قال طبعا أنا بقى إيه أحضر فوسطيوب وأشوف إيه الساحر دا هيعمل إيه مش عايز أطول عليكم جه الساحر والتفت العيلة حوله فجاب سلطانية وكتب عليها بألم في لومستر شقبطة يعني أي كلام ممكن يكون كتب مزمور يعني تستعجبوش يعني ما الشيطان الساحر اللي كتب وعشان يبين قوة سحره جاب السلطانية دي كتب عليها بلوف مستر كعبالة كده وشقبطة وملأ السلطانية بالمية وتلمي الناس حواليهم وبسوطيهم مين مينة كان جسمه صغير مش باين كده وجاب جنيه مثل كوين قضيهم بالكم وقال لهم عشان أزبط لكم قوة يعني الجبروت بتاعه يعني هنحط الكوين دا في السلطانية في المية أول ما الشياطين هتحضر الكوين يطلع في المية ويخبط في الغطى بتاع السلطانية متصورين إزاي؟ يعمل صوت تك 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 يخبط الكوين يطلع من المية يخبط في السلطانية فالساحر قاعد يعزم 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 وابتدى إيه؟ يخبط أول خبطة كان مينة قاعد عمال يصلي أبانا الذي في السماوات في سره خبط خبطة واحدة معاتش يخبط تاني الرجل يقعد يشعوز تاني إن الكوين يطلع تاني ما يطلعش الرجل بتادي يتخنق الشياطين والأرواح النجسة بتادي تخنق في الرجل خلصوني من هنا طلعوني من هنا في حد هنا بيعمل حاجة في حد هنا بيصلي وبعدين الشيطان دلوا على مين قال لهم الولد دا هو الأبطل الفعل بتاعي وراح سايب البيت وطلع يهرول وطلع يجري وكان قدوة للأسرة كلها أنا ما يلتقى يصلي للشياطين موسيقى